اهلا بكم تطلق مشروع تطوير قواعد الميزانية لجعل التقديرات اكثر دقة وشفافية ومهنية وكيل الوزارة خليفة حمادة قواعد اعداد الميزانيات بحاجة ماسة الى تطوير فني لتعكس التقدم بقطاع المحاسبة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في زيارته الاولى الى المملكة منذ ازمة استقالته المفاجئة من الرياض قبل نحو اربعة اشهر وتراجعه عنها في بيروت وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الحريري والملك سلمان ناقشا خلال لقائهما في قصر اليمام بالرياض العلاقات الثنائية والتطورات الاخيرة في لبنان ومن المقرر ان يجري الحريري ايضا محادثات مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان وفي سياق منفصل وصف ولي العهد السعودية الامير محمد بن سلمان الحمل على الفساد التي اطلقتها الرياض منذ اواخ العام الماضي بانها علاج بالصدمة كانت المملكة بحاجة له لاشتثاث الكسب غير المشروع المتفشي مؤكدا انها كانت ضرورية لتحقيق اهداف الميزانية في اليوم الثاني من الهدنة الروسية القصيرة امتنع المدنيون عن الخروج من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق عبر ممر حددته موسكو وسط تبادل للاتهامات بين الفصائل المعارضة من جهة وقوات النظام وروسيا من جهة ثانية عمن يتحمل مسئولية استمرار الازمة الانسانية كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي امس عن وجود توجه لدول الاتحاد الاوروبية نحو التفاوض مع الادارة الامريكية لإقناعها بتعديل بنود ما يعرف بصفقة العصر التي تعتزم واشنطن طرحها قريبا للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة دوت كوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة